بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل كلامنا عن منهج Symmetry وده الجزء الثالث طبعا افكركم بان Symmetry Elements اللي احنا دايما بندور عليها في اي جزيء هي E والI اللي هي والSigma اللي هي والCN اللي هو Access of Rotation والSN اللي هي Improper Access of Rotation كان اخر مثال نهينا بيه الكلام المرة اللي فاتت كان عن PTCL4-2 وكنا قلنا Symmetry Elements عفوا ان كنا قلنا السيجمة الموجودة فيه اللي هي Blaine of Symmetry الحاجة اللي عايزة انا بيهكل ليها انه لما تحط Blaine of Symmetry في اي مكان عشان يبقى سهل عليك تتأكد ان فعلا ده Blaine of Symmetry مظبوط وانك انت شايف المركب بشكل صح مد من كل ذرة موجودة في جانب من جوانب البلين اللي انت حطه مد خط عمودي على البلين وامشي مسافة من نفس المسافة على نفس الاستقامة فاذا لقيت أتم مكافأة للأتم اللي انت واقف عندها يبقى انت حاطف البلين بشكل صحيح فلو بصينا هنا على المركب احنا كنا قلنا ان فيه Blaine يقدر يقسم المركب بالنص يمر بالPT ويبقى فيه هنا كلور وكلور وعلى اليسار فيه ايضا اتنين كلور تمام فاحنا لو جينا عند الكلور اللي هنا دي ومدينا خط عمودي على البلين اللي احنا افترضنا ومشينا نفس المسافة من الاثر سايد هنلاقي كلور مكافأة لها كمام نفس الكلام بالنسبة اللي تحت هنمدي خط عمودي على البلين اللي احنا حطينه نمشي مسافة على نفس الاستقامة هنلاقي كلور مكافأة لكلور اللي احنا كنا وقفين عندها لو لقينا اي اتم تانية غير الكلور اصبح البلين ده ما ينفعش نحطه ما فيش سيمتري بالنسبة له ما فيش تماثل على جانبي هذا المستوى يبقى ما ينفعش نحط البلين لو كان الزرة اللي احنا وقفين عندها مقابل ليها زرة اخرى مختلفة تمام يبقى لازم لما يكون فيه البلين يكون الوان سايد هو ميرور ايميج للسايد التاني بتاع البلين بتاعنا لو جينا اخدنا نفس المركب بتاعنا وعملنا عليه تغيير بسيط الاتنين كلور اللي كانوا على اليسار احنا هنستبدلهم باتنين من ال NH3 تمام زي ما هو موضح امامكم في الشكل ونيجي ندرس السيجما الموجودة عندنا عدد البلينز والسيمتري الموجودين عندنا هنلاقي ان فيه تغير كبير حصل بسبب تغير اللي احنا عملناه في المركب فلما نيجي نحط البلينز بتاع السيمتري بتاعتنا على المركب هنلاقي ان اول البلين موجود ما زال معنا هو البلين اللي بيضم جميع الزرات مع بعض لان لازال المركب سكوير بلانر فهيبقى فيه بلين هو المليكلر بلين بتاعنا لكن هنلاقي ان البلين الوحيد اللي البلين الف سيمتري اللي احنا نقدر نحطه في الحالة دي هو بلين هيمر بالبيتي وهي اسم المركب بحيس ان هيكون في وان سايد موجود كلور ون اتش سري وفي الاثر سايد موجود كلور اخرى ون اتش سري هل نقدر نحط بلين في المكان ده طبعا ما نقدرش لان احنا لما نيجي نبص على البلين ونطبق القاعدة اللي قلنا عليها هنمد من الكلور خط عمودي على البلين بتاعنا ونمشي نفس المسافة في الاثر سايد مش هنلاقي كلور هنلاقي ان اتش سري خلاص اذا اصبح هذا ما فيش تماثل بين جانباي البلين يبقى ده مش بلين وفي سيمتري يبقى ما نقدرش نحط بلين في المكان ده طيب هل نقدر نحط بلين في المكان ده زي المرة اللي فاتت يمر بالكلور والبيتي والان اتش سري لا طبعا ما نقدرش لي لان لما نيجي عند الاتوم هنا اللي على وان سايد من البلين اللي هي الكلور ونمد خط عمودي على البلين ونمتد نفس المسافة على الاثر سايد هنلاقي برضو ان اتش سري اذا ما فيش تماثل حوالين السايد سبتات البلين ده هوت اذا ما نقدرش نحطه كبلين أوف سيمتري اذا بوجود تغيير بسيط في المركب اصبح السيمتري ألمنتز اتغيرت هي كمان احنا في الحالة دي واخدين مركب سيس يعني كل زارتين شبه بعض من نفس الاتجاه احنا لو خدنا المركب ده في حالة ترانس زي الحالة العليمين فهنلاقي ان الكلور في جهة مقابلة مضادة للكلور الاخرى تمام فالحالة دي بنسميها ان هو ترانس هنشوف بعض السيمتري ألمنتز الموجودة لما غيرنا فقط البوزيشن بتاع الاتمز في نفس المركب يعني احنا ما غيرناش الاتمز احنا بس غيرنا البوزيشن بتاعها نبتدي نشوف السيمتري ألمنتز هتفضل سبتة زي ما هي ولا هتتغير هي كمان طبعا اول بلين هنحطه اللي هو بتاع المليكلر بلين زي ما هو التاني بلين هنحطه بلين هيمر بل سي ال بي تي سي ال زي ما احنا شايفين هنا فده هيقسم المركب لجزئين هنلاقي ان على السايد ده موجود ان اتش سري نمد خط عمودي على البلين ونمتد للجهة الاخرى نفس المسافة اللي هي ان اتش سري فده فعلا بلين اوف سيمتري تمام وطبعا نقدر نحط هنزر بلين اوف سيمتري يمر بالن اتش سري بي تي ان اتش سري فيكون على وان سايد موجود سي ال والأذر سايد موجود سي ال فده برضو مكان يصلح ان احنا نحط فيه سيجما اللي هي بلين اوف سيمتري طيب لكن هل نقدر نحط بلين في المكان ده طبعا لا لان احنا برضو لو بصينا على الرايت هاند سايد الرايت سايد بتاعت البلين هنلاقي فيه كلور هنا نمد خط مستقيم عمودي على البلين ونمشي نفس المسافة مش هنلاقي كلور مكافأة ليها في المكان ده وتحت نفس الكلام ان اتش سري نمد خط مستقيم هنمشي نفس المسافة من الجانب الاخر هنلاقي كلور يبقى اذا ما فيش تماثل على جانبي البلين يبقى هذا المكان لا يصلح ان احنا نحط فيه بلين اوف سيمتري اخر مثال هنحاول نبص عليه لما ننهي كلام عن البلين اوف سيمتري قبل ما ندخل على البوينت اوف انفرجن هون ميسين لما بنيجي نرسم اللوستاد ستراكشور بتاعه بيكون كده طبعا الكاربون نرجع للجدول الدوري الكاربون زي ما انتوا شايفين موجودة في الجروب فورتين تمام يعني عندها في الاوتر شيل بتاعها فور الكترون فطالما عندها فور الكترون فهي عندها القدرة انها تكون اربع روابط مع اربع هيدروجين فهي بتشارك بالكترون مع كل هيدروجينة والهايدروجينة بتشارك بالكترون من عندها ويصبح حوالين الكاربون في 8 الكترون فتبقى استوفة الاكترول بتاعتها احنا لما بنجي نرسمها بنرسم الكربون طبعا في الوسط وبنرسم الهايدروجين كتيرمين الاتومز بنرسم فيتوهايدروجين على البلين بتاعنا في مستوى الشاشة زي اللي احنا رسمينهم هنا دولة بالخط العادي وبنرسم واحدة البرة بالسهم الغامق واحدة لداخل الشاشة مخترقة الشاشة بالسهم المتقطع تمام طبعا كلكم عارفين ان الشكل الفراغي للميثين هو تيتراهيدرول يعني احنا لما بيجي نوصل اضلع وهمية ما بين الاتشز هنا تمام فبيطلع الشكل ان هي عندنا مسلس رباعي اللي احنا بنسمي افوان هرم رباعي لأوجه كل وجه على شكل مسلس فاحنا بنسميه تيتراهيدرول فعندنا وجه هنا بيضم تلاتة هيدروجينز دولة مع بعض الوجه الثاني نحيا دي وفيه واجه الخلف اللي بيضم الثلاتة هيدروجينز دولة وفيه طبعا القاعدة اللي بتضم الثلاتة هيدروجينز دولة تمام فانت لما بتشوف المركب بتكون الكربونة عندك في النص وبتكون الثلاتة هيدروجينز عاملة زي عفوا الاربعة هيدروجينز عاملة زي اربعة قوائم وكأن المركب واقف على ثلاث قوائم وفيها هيدروجينا متجهة للأعلى فده الشكل بنسميه تيترا هيدرال فلو حبينا نشوف المركب وهو بيتحرك قردمنا هنلاقيه بالمنظر ده تمام لو حبينا نطلع البلينز اوف سيمتري اللي موجودة فيه فهنلاقي انه هما ستة بلينز اوف سيمتري طبعا الهيدروجينا دي مع الكربونا مع الهيدروجينا دي يقدروا يضمهم بلين واحد ويكون على وان سايد موجودة هيدروجينا من هنا ومقابل ديها في نفس المكان على السايد الاخر هيدروجينا اخرى فاذا نقدر نحط هنا بلين اوف سيمتري تمام ونقدر نحط طبعا هنا بلين اوف سيمتري يضم الهيدروجينا دي مع الكربونا مع الهيدروجينا الاخرى فهيكون على جانب من الجوانب الهيدروجينا اللي خارجة في اتجاهنا خارج الشاشة والمقابل ديها على الاثر سايد بتاع البلين ده هيكون الهايدروجينا المخترقة اللي هي بعيدة تمام طبعا ازاي هتقدر تشوف البلاينز دي بسهولة وازاي هتقدر طول اسميها وازاي هتقدر تفرق ما بينهم وازاي هتقدر ترسمهم في الورقة في الكراسة في الامتحان عشان تقدر تعبر عن المركب ده على سطح الورقة وتقدر تطلع بسهولة احنا بنتر نرسم المركب ده بالشكل ده لو لاحظت في الشكل المجسم احنا معتبرين ان الكربون وقفة مرتبطة بالاربعة هيدروجينز وانها وقفة على تلات قوائم وفيه هيدروجينا طلع الفوق تمام لكن لو لفيت المركب شوية هتلاحز انك تقدر تعبر عن المركب ده بان فيه تو هيدروجينز طلعين في اتجاهك وفيه تو هيدروجينز داخلين الى داخل الشاشة تمام فاللي احنا هنرسمه هنعبر عن المركب ده داخل كيوب بحيس ان احنا نرسمه بالوضع ده بالزبط هيكون فيه تو هيدروجينز انت بصص افتجاه الكربون وفيه تو هيدروجينز افتجاهك انت تمام خارجين لبرة دي ودي وفيه تو هيدروجينز تانين داخلين لجوه زي ما هتشوف حالا فبالشكل ده لما انت رسمت الكربونة في النص والتو هيدروجينز طلعين لبرة عبرت عنهم بالاسهم الخارجية الاسهم الغمقة واثنين هيدروجينز داخلين لجوه جوه سطح الشاشة اعبرت عنهم بالاسم المقطعة وانت رسمتهم داخل كيوب علشان تبين البوزيشن بتاعهم بالزبط وتقدر تحدد البلينز وتشوفها بوضوح زي ما هنوضحها حالا تمام فانت هنا لما رسمت الكاربون بالشكل ده ده رسم صحيح انت فقط غيرت البوزيشن اللي انت بتبص عليه بتبص منه على المركب تمام فالرسمة دي ما غيرتش ابدا الشكل الفراغي للمركب الرسمة دي فقط بنستخدمها لاضاح الموجودة اللي الصعب انك توصفها على ورقة مسطحة وعشان تشوف البلينز بطريقة اسهل وتقدر تعبر عنها بشكل اوضح في الامتحان وما تحتاجش تحفظها لان منهج هيكون كبير ومش ممكن ابدا انك تحفظ كل الشيء فيه لازم تكون فاهم عشان تعبر عن اللي انت فاهمه اسناء الاجابة فلو جينا هنا رمزنا كل اتش احنا حطينا هنا الاتشات بحجم صغير شوية باللون الاحمر وهنرمز الاتش دي بالرمز اي ودي بالرمز دي ودي بالرمز بي ودي برمز اف علشان تقدر تشوف معانا اللي احنا هنحددها فلو خدنا اول بلين بلين بيمر بالاتش اللي هنرمز لها دلوقتي بي سي دي لو حطينا بلين يمر بالبي والسي والدي هيكون فيه تماثل على البلينز بتاعت البلين حيث انها يكون فيه هايدروجينة اللي هرمز لها بالرمز اف مقابل لها في نفس البوزيشن من ناحية تانية هيدروجينة اللي انا هرمز لها بالرمز اي فاول سيجما موجودة عندنا اول بلين اوف سيمتري هيكون بلين بي سي دي تمام تاني بلين اوف سيمتري تقدر تحطه هتحط بلين يمر بال دي سي اف يمر بالتلاتة مع بعض فهيكون التماثل ان في زارة هيدروجين اللي هكون موجودة عند اللي احنا رمزنا لها بالرمز بي مقابل ليها على الاثر سايد بتاعت البلين هيكون في الهايدروجين اللي رمزنا لها بالرمز اي تالت بلين اوف سيمتري نقدر نحطه هيكون بلين اي سي دي لما نحط بلين في البوزيشن ده يمر بالتو هيدروجين دولة مع الكاربون ويقطع المركب فيكون على وان سايد موجود الهايدروجين اللي احنا رمزنا لها بالرمز اف وعلى الاثر سايد الهايدروجين المرموز لها بالرمز بي فيبقى ده البلين اوف سيمتري التالت رابع نقدر نحطه في ناخد لين يضم التلاتة مع بعض ويقطع المركب نصين فيكون على الهايدروجين اللي رمزنا لها بالرمز دي خارجه افتجاهنا وعلى الاثر سايد هيكون الهايدروجين اللي رمزنا لها بالرمز خارج دخلة الى داخل مستوى الشاشة خامس هيكون وستس بلين هيكون اي سي اف دولة تو بلينز عايزاكم تتأكدوا بنفسكم ان هما فعلا وتشوفوا هتكون على البوست سايدز بتاعت كل بلين فيهم وممكن تتأكدوا بنفسكم ان ما فيش غير ستة بلينز هنتكلم المرة الجاية ان شاء الله عن وناخد مثال عليها